الكارديو كل شي حابين تعرفوا عن الكارديو بتفاصيله بهالفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع يارب تكونوا بألف خير وسعادة مستمرين في البرامج المجانية وفي تحدي شهر 12 اللي مكملين عليه بالأيام بالتمارين بالدايت وكل شي بالنتائج الحلوة إن شاء الله حبيت بهالفيديو ويكون جزء من كل شي نعمل في صحتنا بشكل إيجابي إنه أحكي لكم عن الكارديو لازم نعرف شو يعني كارديو ليش لازم نلعب كارديو شو تأثيره على الوزن مين لمين مخصص شو أنواعه كل هاي التفاصيل بهالفيديو عن تمرين عضلة القلب نعملونا لك لهالفيديو اللي مش مشترك في القناة يشترك واللي حاب ينضم لبرامج الدايت المجانية سواء تحدي شهر 12 أو التحديات الجاية في السنة الجديدة ينزل على التعليقات رح يلاقي الروابط موجودة أو يكتب اسمه في التعليقات عشان أبعت له الروابط أو بالوصف بتكون الروابط موجودة بدايتها خلينا نعرف شو يعني كارديو الكارديو يا جماعة هي التمارين الهوائية اللي بتخرج نباط القلب بره منطقة الراحة تمام الكارديو هي التمارين الهوائية بشكل عام سواء ركب هرولة طلوع الدرج أجهزة الكارديو الكروس أجهزة الدرج اللي موجودة في الجيم أو نط الحبل أو القفز أي تمارين فيها جم فيها جهد فيها أو حتى الهرولة البسيطة كل التمارين اللي بتطلع نباط القلب بره منطقة الراحة بسماهية الكارديو طيب لما بنلعب كارديو شو الفوائد اللي ممكن إحنا نحصل عليها عن طريق تمرين الكارديو أول شي بنا نكون عارفين إنه هالتمرين إجبالي تعملوه طول حياتكم يعني مش مقتلن في وقت معين إنه والله إذا أنا مثلا نحفت خلص أوقف عن الكارديو لا هو تمرين أساسي وضروري تلعبوا مدى الحياة ليش؟ لأنه هو أول شي بحسن لكم من الجهاز التنفسي بدخل لكم أكسجين للعضلات بدخل لكم أو بنشط الدورة الدموية بدخل كمان ضخ دم عالي للعضلات بيفرز لكم هرمون السعادة بحافظ لكم على صحة القلب وهو أفضل تمرين لعضلة القلب وكمان من أهم فوائد الكارديو هي بتخلينا نحرق سعرات حرارية بتخلينا إننا نحفت بشكل سريع جدا طيب بدنا نكون عارفين إن الكارديو مناسب للجميع إنه مش مقتنم بفئة معينة أو بعمر معين لأن الكارديو نوعين عالي المقاومة وقليل المقاومة أو عالي الشدة وقليل الشدة شو الفرق بين عالي الشدة ومنخفض الشدة في الكارديو عالي الشدة معروف اللي بعمل فيها كارديو بجهد عالي جدا يعني بركض بركض سريع جدا بمطحبل بعمل جام بركض في الشارع أو في مكان معين بالشكل يعني تمارين فيها قوة وجهد جدا عالي منخفض الشدة اللي هي التمارين البسيطة اللي فيها مثلا مشي هرولة جمب بشكل بسيط مشي على تريدمل بشكل بسيط يعني التمارين اللي فيها خفة ما فيها قوة عالية وجهد عالية طيب شو الأفضل بينهم لحتى أنا أستفيد وأخذ الفائدة كاملة سواء من الفوائد الصحية أو فوائد حرق الدهون موضوع شو الأفضل بينهم عالي ولا منخفض بيقترم بالدرجة الأولى بالصحة يعني أنا كشخص صحتي تمام وأموري تمام وما عندي أي مشاكل إصابات أو مشاكل صحية لا بلعب عالي وشدة عالية تمام لأنها مفيدة أكثر ولكن إذا أنا شخص كبير في السن عندي مشاكل قلبية عندي مشاكل مثلا في الركب عندي مشاكل مرضية لا بروح أتجه لمنخفض المقام وكمان بأخذ الفائدة من عنده اللي هو قليل الشدة طيب يعني في الحالتين أنا راح أحرق دهون أكيد أي نعم في حالة الشدة العالية بيكون حرق الدهون أكثر عشان هيك بحكيكم يا صبايا ويا شباب إذا كانت صحتكم تمام وأموركم تمام لا وصحتي يعني ربنا منام علي فيها بروح بلعب شدة زي نظام الهيد زي أي تمارين فيها شدة عالية ورح نحكي عنها بآخر الفيديو ضروري جدا أنكم تلعبوا تمارين فيها شدة عالية ولكن الناس اللي ما عندهمها يعني عندهم مشاكل صحية هل أنوا يوقفوا كارديو أكيد لا بروحوا بلعبوا بشدة منخفضة عشان كمان يأخذوا الفائدي مع الاستمرارية طيب سؤال كم مرة ألعب كارديو في الأسبوع وأديش الوقت وهل ألعبوا قبل تمارين المقاومة ولا بعد أنت في حالة أنك بدك تلعب كارديو بدك تنزل من دهون جسمك وبدك تنحف أو بدك تنحفي فبدكم تلعبوا من ثلاث مرات لخمس مرات خلال الأسبوع مدة الكارديو ما تنزل عن نص ساعة من ثلاثين دقيقة لأربعين دقيقة وهل ألعبوا قبل التمرين المقاومة ولا بعد لا إجباري تلعبوا بعد هلأ ليه لازم نلعبوا بعد لأنه في حال لعبنا قبل رح يأخذ يستنزف من طاقتنا وبالتالي ما رح يكون لدينا قدرة أصلا أنه نلعب تمرين المقاومة بشكل صحيح ونشير أوزاننا ونركز في التمرين لا بنخليه بعد منه نحن نكون حرقنا صعرات أثناء التمرين المقاومة وجهزنا جسمنا أنه يحرق مع الكارديو فالتمرين بيكون من ثلاثين لأربعين دقيقة ثلاثة لخمس مرات في الأسبوع ويكون بعد تمرين المقاومة طيب بخصوص الشباب اللي بتروحوا جم ومهتمين بموضوع التفخيم والتنشيف أو حتى البنات اللي بروحوا جم ومهتمين بهذا الموضوع فبادرة التفخيم ممكن تلعبوا مرتين في الأسبوع تمام ما يتعدى لعشرين دقيقة في حالة التنشيف خمس مرات في الأسبوع ما ينزل عن التلاتين دقيقة أشكال الكارديو حكناها بأول الفيديو ممكن تلعبوا اللي تردمل سواء ركض بنظام الهت وهو أفضل نظام أنا بعتبره اللي تعملوا فيه ركض سريع لمدة ثلثين ثانية أو دقيقة وبعدها تعملوا هرولة أو ماشي لمدة دقيقة بنرجع كمان دقيقة سريعة دقيقة بطيقة أو ثلثين ثانية سريعة دقيقة بطيقة حسب ما أنتم بتحبوا أو قدراتكم البدنية ولكن ما ننزل عن المصاعة ممكن تلعبوا على جهاز لتردمل يعني ترفعوا الجهاز للأعلى وتمشوا ومشي جبلي ممكن إذا بتروحوا جيم على جهاز الدرج ممكن لكروس تمام ممكن حتى في الجيم تلعبوا التمارين الهوائية يعني الجامب نط الحبل أي تمارين هوائية فيها جهد عالي ممكن كمان نساعدكم بحرق الدهون لو ما بتروحوا على الجيم في البيت ممكن تلعبوا أنا موفر لكم في البرنامج المجاني وعلى قناتي على اليوتيوب يعني مليون تمرين في البيت للكارديو تلعبوا وتحرقوا دهون وأنتم مرتاحين سواء للناس اللي بتلعب بشدة عالية أو شدة منخفضة الناس بتروح على الجيم تلعب بشدة منخفضة ممكن تلعب على الكروس بسرعة بطيئة أو على جهاز تريدمل تمشي ماشي مش سريع ولا بطيء ماشي متوسط لحتى كمان إنها تحرق دهون الناس اللي عندهم مشاكل في الركب أو مشاكل قلبية أو أي أن كان وحابة تلعب بشكل منخفض لازم يكونوا عارفين إنه الكارديو من الأساسات اللي بتساعد على حرق الدهون خصوصا في البطن الخواصر بتساعدنا على شكل جسم أفضل على شكل جسم صحي لأنه بناء العضلات لوحده بدون كارديو ما رح يعطينا جسم صحي هذا هو كان المجمل عن التمرين أو عن موضوع الكارديو يارب تكونوا استفدتم من عنده ادعمونا هالفيديو بلايك واشتركوا في القناة وإن شاء الله نشوفكم بفيديوهات جديدة